ايه المميزتين بتميزوا عن اي برج تاني وايه مثلا بالتحديد الحاجات اللي هي واضحة قوي وحلوة قوي فيه طيب انا بشوف ان هم اكتر حاجة بتميزهم ان هم متفقلين عندهم دايما نروح تفاقل في عزمة دنيا ممكن تبقى مقفلة والناس كلها شايفها ظلمة هو شايف انه فيه بصيص امل في الحياة ما بيعرفش يعيش من غير امل دايما ده حلو ده اه ويعرفوا لما يدخلوا في مكان يدوكي احساس بالتحاؤل ويعملوا بهجة يعملوا بهجة في المكان ده حقيقي يعني ممكن تعرفيهم يؤسس عبير يعني ممكن حد يدخل ممكن تقدر انت يتميزين ده اكيد كوس من تصرفاته ممكن احسه من الروح المرح اللي بيعملها ممكن احس ان ده برج الكوس يعني ساعات لو يعني فيه حركة كده معينة بيعملوها برضو حابة اقولها انه ممكن لو سألتي مثلا ممكن تديني كذا يقولك لأ يعني دي دايما بعرفكم لما هو طريقة هزار واحدة يهزر بطريقة يعني لو لا افنتي تتصدمي فبتلي هزار فكلهم بيلاحظ انهم بيهزروا كلهم بنفس الطريقة لو جيتي تطلبي منه طلب يقولك لأ مش هعملو رغم انه هم خدومين جدا وحيعملو بس بيغلس كم بس هو يحب يهزر بطريقة دي طب ايه مميزات تاني عندهم اه طبعا بيشوفي انا هقولك من رمزه اللي هو رمز الكوس هو طموح جدا ودايما حاطت هدف قدامه يعني واخت فعلا من الاسم من الاسم هو الرمز بتاعه معبر جدا عن شخصات الكوس يحط هدف قدامه وينشن عليه ويحب بقى يوصله بمنتهى السرعة بسرعة السهم يعني شو فيه السهم اللي لما بينطلق علشان يوصل للهدف هو بيوصل لهدفه بمنتهى السرعة هو ما عندوش صبر ممكن نقول ان دي احد العيوب انه ما عندوش صبر بس ما عندوش صبر ده بيزهق فيسيب الهدف اللي كان عايزه لا هو بيقضل الحقيقة ورا هدفه اه لا لا وبعدين يعني في حتى يعني بشوف ان هما عندهم دايما رد لأ لأي حاجة هما عاوزينها ده ما بيعتبروش رد هو دايما شايف انه انه هو حتى لو تقاله لأ هو حيفضل لغاية ما يوصل للحاجة اللي هو عاوزها فعندهم اسرار الحقيقة هاية ده بالنسبة للمما بيكون قدامه هدف عاوز يوصل له بس في نقطة تانية انه هو اوقات عينيه بتبقى بس على الهدف فمش شايف الطريق دي بقى يعني حطر ادخل لحتة من العيوب بتاعته اللي بيوضحها الرمز زي ما بقولك يعني هو بيوضح الرمز بتاعه بيوضح المميزات وكمان بيوضح العيوب اشوف انه هو يعني عينه على الهدف بس عينه مش على الطريق فساعات يقع في حفر يعني هو بصص على هدفه مش بيعرف بايا اخد باله من المعاوقة هو على فكرة رمزه كمان انه هو راكب حصان فانا بسميه الفارس يعني القوس ده فارس ما هو كده راكب حصان وماسك القوس في ايديه يعني فعلا الحصان يعني سرعة طاير عارفة فممكن ما يشوفش طريقه هو بصص على الهدف فممكن يقع في حفر ده اللي بيخلق يعني ممكن نقول انه فيه حتة تهور او تسرع لكن اللي بينفعه بقى مرنته هو مرن جدا انه هو حتى لو يعف حفرة عنده الكدرة انه بسرعة بسرعة يتصرف ويخرج من الحفرة دي